بسم الله الرحمن الرحيم نستكمل المقرر الخاص نستخدم الوحدة الخاصة بالوحدات التي هي نتكلم على ال SI unit عندما نبص لكيميائة الوحدات الأساسية عندي التي تستخدم في تطبيقات الوحدات التي استخدمها في تطبيقات الهندسية أول حاجة عندنا الطول وحداته في النظام العالمي متر وده مطلق عليه Standard International Unit System وحدات الكتلة كيلو جرام وبتختصر كيلو جرام وحدات ال Time Second وبنديها S Temperature Kelvin وبنديها K Current Ampere وبنديه كابتال A Illuminosity اللي يشدد الإضاءة وبنديه كندلا يبقى ديه معظم الوحدات التي نستخدمها في التطبيقات الهندسية اللي موجودة عندنا كSI unit فيه طبعا وحدات كتير جدا تاني نبص على سبيل المثال انت بعد ما بتعمل ال Dimension Analysis بقى جي أحط وحدات SI unit على سبيل المثال لو جيت للفلوستي بالنسبة لكميات المشتقة هي عبارة عن L T-1 زي ما احنا شوفنا في المحاضرة يبقى بشيل L وحط بدالها M وحتى الانتصال يبقى وحدات الـ ميتر بر ساكن وحدات الـ ميتر بر ساكند سكوير وحدات الفورس اللي هي كيلو جرام في أكسلريشن نحن نسميها نيوتن وبتاخد كابتال N وحدات الانيرجي أي انيرجي عندي نيوتن في متر بدلها جول لرمز بتاعنا جي وحدات الباور جول بر ساكند بوحداتها وات وحدات الـ نيوتن بير ميتر سكوير اللي هي بنيديها باسكال وحدات الدينيسي كيلو جرام لكل متر مقعب وهكذا كل باقي الوحدات بقدر أحطها في نظام الـ طبعاً ليه احنا اختبنا الـ الـ لسا يونت وأبسط الأنظمة في التعامل يعني مستو انه بيوضع لكل كمية وحدة وحدة لكن على سبيل المساعدة دي مثال بسيط جداً للأنظمة الأديمة مثل النظام الإنجليزي كان ممكن ياخد للكتلة كذا مسمى سميها الباوند ماس أو الاسلاج كان بياخد مثلاً وحدات الطول أربع وحدات ياخد مثلاً فوت والقادم إنش البوصة ميل والميل والياردة وكنت لازم نعرف معاملات التحويل بينهم فكانت مشكلة كبيرة في الأنظمة الأديمة لحد ما جاء النظام العالمي تسبت كل هذه الوحدات كل واحدة لها مسمى كذلك مثلاً في الأنظمة التانية كنتم ممكن تلاقي الانرجي في حالة الورك لها مسمى وفي حالة الهيت لها مسمى الأنظمة تسمي مثلاً الهيت بالكالوري ويسمي كيلو جرام لكل كيلو جرام فورس في متر كذلك في النظام الإنجليزي فكانت يعني مشكلة في استخدام الوحدات في الأنظمة الأخرى فالنظام العالمي بيعتبر هو أبسط الأنظمة في التعامل والمستخدم في الربع الأخير من القارن الماضي والحد الآن نحن مستخدمينه لما نقول مصال بسيك جداً بيقولي Express the dimensions of the quantity rho VL divided by Mu where rho is the density V is the average velocity L is the length and Mu is the physicality زي ما احنا اتفقنا انا بحط المقدار اللي انا عايزو بنقصه المربعين بـ dimensions of هذا المقدار بيساوي الرو وحداتها ML اللي باع بتاعتها ML-3 L T-1 Lens L divided على Mu ML-1 T-1 تطلع عندي الرقم واحد وده بيعني زي ما قلنا M 0 L 0 T 0 لابسة واحد وبنطلق عليها dimensionless quantity يعني كمية غير كمية ليس لها أبعاد dimensionless quantity وبالتالي انت ما يكون اي نسبة بين كميتين من نفس النوع dimensionless quantity وذلك بتختصر كلاتها اذا عندي على شكل رقم واحد طبعا احنا الوقت اخدنا مقدمة عن كلمة فلود يعني ايه اخدنا مقدمة عن dimensions و units كمراجعة سريعة وبنتمنى تكون وسط لكم الفكرة الاساسية من هذا الفصل الدراسي وشكرا ونلقاكم في فصل دراسي اخر ان شاء الله من خلال هذا المقرر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة